خرجت مسيرة حاشدة غرب العاصمة البحرينية المنامة دعت إليها المعارضة للتأكيد على مطالبها السياسية والدستورية وردد المشاركون في المسيرة شعارات منددة باستمرار منع قوات المسيراتهم التي وصفوها بالسلمية وطالب المحتجون الذين رفضوا أي تدخل أجنبي في قضيتهم أو تحويلها على أنها قضية طائفية أو فئوية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين كما أكدوا أنهم سيواصلون تحركاتهم في الشارع وذكرت مصادر الجزيرة أن قوات الأمن البحرينية أطلقت الغازة المسيلة للدموع وعيرة مطاطية لتفريق مئات المتظاهرين